السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدي الكرام وأسعد الله وأوقاتكم بالخير والمسرات أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أمة واحدة والحديث في هذه الحلقة عن إليتريا الإسلام في إليتريا لا شك بأنه عظيم والمسلمون يتزايدون في تلك المنطقة ونحن بحاجة إلى من يسلط الضوء على إخواننا المسلمين هناك يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ برهان بن سعيد نور وهو الأمين العام لرابطة علماء إليتريا حياكم الله شيخ برهان وأهلا وسهلا بكم الله يبارك فيكم وأنا أرحب بكم وأصال الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع في الإسلام المسلمين حياكم الله وبرك فيكم مشاهدي الكرام قبل أن نبدأ في محاورنا أعرض لكم تقريرا موجزا عن الإسلام في إليتريا بلاد البغوص ومدر جلتي أي أرض الأحرار والاسم الشائع إليتريا والمشتق من التسمية القديمة للبحر الأحمر الذي تطل عليه لبلاد إليتريا شخصيتها المستقلة عبر مختلف العصور ولم تسيطر الحبشة على الأراضي الإريترية إلا في فترات نادرة في حالة ضعفها وفي غفلة من الزمن تبلغ مساحة إليتريا حوالي 117 ألفا وأربعمائة كيلو متر مربع وتحدها السودان من الشمال الغربي والشمال وإثيوبيا من الغرب وجيبوت من الجنوب وتطل من الشرق على البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله حوالي ألف كيلو متر وتصل في الجنوب إلى قرب باب المندب أي أنها في مواجهة دولتين من دول الجزيرة العربية حيث اليمن وقسم من الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف نسمة في أقرب تقدير إحصائي إذ لا توجد إحصاءات رسمية وتقدر الإحصاءات غير الرسمية المسلمين في إريتريا بنحو خمسة وسبعين في المائة من أعداد سكان البلاد وصلها الإسلام مبكرا ففي القرن الأول الهجري وصلت ساحل إريتريا هجرات عربية حملت الدعوة الإسلامية إلى شواطئها وتجاوز انتشار الإسلام السهولة الإريترية فوصل المرتفعات وأصبحت إريتريا معقلا من معاقل الإسلام وانتشر الإسلام بين العديد من القبائل مثل بيت معلة في شمالي إريتريا وبعض قبائل التجري وقبائل تاكيلي وهبتي وتمدايم مسلم إريتريا سنيون حصرا وينتشر فيهم ثلاثة مذاهب إسلامية هي الحنفية والمالكية والشافعية ولا تتوافر إحصاءات شاملة عن عدد المساجد أو المعاهد الإسلامية في الوقت الراهن لكن عدد المساجد بالمئات وثمت عشرات المعاهد الإسلامية التي ترب النشأ وتخرج الدعا القاسم المشترك فيما يطلبه مسلم إريتريا وغيرهم من مسلم القارة الإفريقية هو دعمهم ليس فقط ماديا بل ومعنويا من قبل الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية خصوصا الدعم في جانب الاهتمام بالتعليم الإسلامي ليكون حاميا من أي مخطط يسعى لتشويه العقيدة الإسلامية أو النيل منها فضلا عن تعلم اللغة العربية التي تحظى برغبة حقيقية من جانب الإريتريين لتعلمها خاصة وأنها لغة القرآن الكريم وسط تحد آخر وهو انتشار وتعزيز اللهجات واللغات غير العربية في إريتريا مما يجعل نصرة هذا الشعب المسلم ضرورة ملحة في عالم تتصارعه الأمواج لتلتهم كل المتمسكين بعقيدتهم الإسلامية وهويتهم العربية أهلا وسهلا بكم من جديد أرحب مجددا بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ برهان بن سعيد نور هو الأمين العام لرابطة علماء إريترياح يكبر الشيخ برهان من جديد في البداية نود أن تبين للمشاهدين الموقع الجغرافي لهذه الدولة وأيضا عدد السكان حسب الإحصاءات الموجودة لديكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبادئ ذي بدأ أشكر قناة الوصال على إعتادة هذه الفرصة وأصلى الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازم حسناتهم فردا فردا ومن المسؤول إلى آخر المسؤول في هذه القناة بلا شك أن قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون وفي آية وأن ربكم فاتقون من أهم ما ينبغي علينا أن نتكاتف ونتعاون وأن هذه الأمة فعلا أمة واحدة لا يفرقها شيء أبدا كما قال تعالى إنما المؤمنون إقوى وإريتريا جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي من حيث الموقع إريتريا تقع في القرن الأفريقي أو في القرن الأفريقي الشرقي لو أنت طلعت على خالطة أفريقيا تجد هناك في الجنوب الشرقي قطعة أرض تشبه قرن نعم في هذه القطعة فيها عدة دول من ضمنها دولة إريتريا لحدها من الشمال السودان ومن الجنوب أثيوبيا وجيبوتي ومن الشرق البحر الأحمر ومساحتها تصل إلى 119 ألف متر مربع ماشاء الله نعم ولديها ساحل تملكه طوله ألف كيلو مطل على البحر الأحمر ماشاء الله نعم بالنسبة للسكان السكان ليست هناك حقيقة إحصائية دقيقة لكن يتراوح عددهم من أربع ملايين إلى خمسة ملايين نسمة عدد المسلمين هناك تقريبا نسبة المسلمين كذلك ليست هناك حقيقة إحصائية دقيقة تقريبا لكن في التقريب بالتقريب لو نظرنا إلى مناطق المسلمين وممتلكاتهم نجد أن مساحتهم أو نسبتهم تتراوح من 65 إلى 75% ماشاء الله والباقين من النصارى والباقين من النصارى وغيرهم من المثانيين طيب في البداية نود أن تطرعوا المشاهد بلقدة تاريخية عن كيفية دخول الإسلام إلى إريتريا بفضل من الله سبحانه وتعالى وكرمه تشرفت إريتريا باستقبال الصحابة رضوان الله عليهم حيث وطئت أقدامهم لأول هجرة يخرجونها من مكة المكرمة باتجاه أرض الحبشة وأرض الحبشة كانت تطلق على مناطق من حدود السودان إلى نهاية أثيوبيا كل هذه كانت تطلق أرض حبشة هاجر الصحابة كما تعلمون هجرتان الأولى في السنة الخامسة من البعثة وكان عددهم 12 رجلا وأربع نسوة العدد 16 رجلا وامرأة ترأسهم عثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكاناهم أول أسرة تهاجر في سبيل الله بعد إبراهيم عليه السلام كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يذكرون المؤرخون أن هذه الهجرة الأولى نزل الصحابة بمنطقة تسمى باضع المنطقة تسمى باضع يعني السفينة رست بهم في منطقة تسمى باضع والآن هي تسمى باطع ومعنى باطع يعني مصوّع فأول مظلم ومصوّع حاليا هي ميناء الميناء الرئيسي لدولة إريتريا إذن دخل الصحابة رضوان عليهم الإسلام المكرمة واتجهوا إلى تجاه منطقة تسمى شعيبة وهي قريبة من جدة وأبحروا حتى وصلوا إلى منطقة تسمى معدر منطقة معدر هذه هي من مناطق دنكاليا ودنكاليا من إريتريا دنكاليا من إريتريا فكان عددهم 83 رجلا وتسعة عشر نسوة يعني مجموعة حوالي 106 تقريبا من المهاجرين الصحابة رضوان عليهم بمرر من هذا لم يذكر المؤرد يقول الحقيقة هل هناك من أسلم من سكان إريتريا في ذلك الوقت أو لا ما ذكروا شيء من هذا القبيل حقيقة لكن دخول هذا العدد الكبير بلا شك أنه مؤثر أنه مؤثر نقول أن ربما يكون دخل الإسلام في أرض إريتريا من خلال هجرة الصحابة لكن الأكيد أن بعد فتحات التي بدأت فتحات الإسلامية حينما بدأت في عهد عمر بن الخطاب أراد الصحابة رضوان عليهم أن يبحروا باتجاه الحبشة من هذه المنطقة لي منطقة البحر الأحمر باتجاه الحبشة فنهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت هذه أول محاولة بعدها في عهد الدولة الأموية وفي الحروب التي دامت بين أبناء علي بن أبي طالب الأمويين أبحر الزيديون كثير من الزيديون ونزلوا باتجاه إريتريا أيضا أيضا